أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه بحث مع رئيس الوزراء الياباني فوميوكاشيدا العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لسيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان جاء ذلك في كلمة رئيس السيسي خلل المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء اليابان تبحثت كذلك مع ضيف الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان وهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فاتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها